أنا جيدة الآن المواطن في حالة خوف ورعب أن يخرج إلى الشارع حتى في الصباح أو الظهر ما بالك في الليل تعز مدينة أصبح الإنفلات الأمني فيها السمة الأبرز في المدينة مدينة تقتل فيها امرأة أمام طفل هذه السبع سنوات من قبل مسلحين متطرفين وما أكثر جرائمهم في تعز سمير المجاهد مواطنة تسكن حياً سيرية بتعز تعتقل كتائب أبو العباس أخاها وحيد المجاهد منذ أيام وبالأمس يتم اقتحام منزلها وإعدامها أمام طفلها بوحشية لا نظير لها إلا في الإنتاج السينمائي المرعب هل هزت هذه الجريمة أركان مدينة تعز؟ بالتأكيد تركت هذه الجريمة وجوماً مخيفاً على وجوه الناس وشوارع المدينة لكنها لم تفعل شيئاً من ذلك على المستوى الأمني والسلطات المحلية ليست فقط سمير المجاهد الإنفلات الأمني تجلى في صور عديدة أبرزها الإغتيالات التي تطال جنوداً من ألوية مختلفة فيما يبدو أنها سلطة السلاح المنفلت هي من تتحكم بأرواح الناس في تعز ليس فوقها أي قوة عيد إلى المربعات الأمنية عيد مسؤولية ومهام أقسام الشرطة عيد مسؤولية الضبط القضايا عيد النيابات عيد المحاكمة المتخصصة مراقبون يقولون أن إيقاف المحافظ للحملات الأمنية التي كان قد أعلن عنها تسببت في نعدام الثقة بمؤسسات الدولة خاصة بعد أن تم إعدام جنود شاركوا في هذه الحملات ما يجعل سؤال الناس في تعز لماذا لم تستكمل الحملة الأمنية أهدافها وما الذي يريده المحافظ محمود وقيادة السلطة المحلية أما الرئيس هادي ورئيس حكومته فمن الواضح أن بصماتهم في تعز كلها بالسلم عدم دعم الجيش عدم توفير الموازنة ورواتب الموظفين عدم دعم استكمال تحرير المحافظة وغيرها من اللافعل قناة بلقيس طالما استضافت قيادات أمن تعز وفي كل مرة يكررون القول إنهم بلا إمكانيات وإن عتاد الفصائل المسلحة يفوق تجهيزات مؤسسات الدولة ما يجعلها عاجزة عن أداء مهامها إذن أين الخلل وما الذي يجب فعله هذا ما يبحث عن إجابته أبناء محافظة تعز وهم ينشدون الأمان في حياتهم وتجنب مشاهدة الدماء تسيل في شوارع الحالمة موسيقى ترجمة نانسي قنقر